أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير مناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة في مختلف المجالات جاء ذلك خلال إلقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر الرسمية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حيث أشرت إلى إطلاق مصر لرؤيتها 2030 والتي تضم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور حماية والتمكين الاقتصادي لقد بادرت مصر في دوء تأثيرات تدعيات تغير المناخ على المرأة خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها العزائي ومستوى معيشتها اللائق إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نمو زك تنموي مستدام في هذا الصدد وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتضم الحكومة وزارة للبيئة ترأسها وزيرة وهناك وحدة للمرأة بجهاز شؤون البيئة ووحدة التكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجا لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية من ناحية أخرى أطلقت مصر رؤيتها لـ 2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي كما أطلقنا مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050